اهلا وسهلا فيكم بخناتي اليوم رح نعمل كيك اسفنجي رح تدقو بحياتكم وبنعمل بأقل من خمس دقائق وفقط رح نستخدم الخلاط خليكم معي بالفيديو للأخير لتابعوا كل التفاصيل وذا بعدكم ما اشتركوا بقناتي ما تنسوا تشتركوا وتفعلوا زر الجرس لحصلكم كل جديد من وصفتي بالخلاط رح نضيف ثلاث بيضات بحرارة الغرفة الخلاط رح نخلطه لمدة خمس دقائق لحتى يصير لونهن افتح وهيك صاروا بعد ما خلطناهم شايفين كيف رح نضيف كاسي ونص من السكر او كوب ونص كوب ما يعري رح نرجع نخلطهن لمدة دقائقتين ليصير لونهن على بيض متل ما شايفين هيك صاروا بعد ما خلطناهم بالنفس الكوب رح نضيف ثلاث اربع كوب من الزيت ورح نضيف كوب من الحليب سكر الخلاط ورح نخلطهم بشكل جيد لمدة دقائقتين لحتى ندمجوا مع بعض وهيك بعد ما دمجناهم كلهم نضيف السوائل بوعاء ورح نزيد عليهم ملعقتين من اليوغور اليوناني لا نوصي فيكم تستخدموا اي كوب معياري او كاسي بس بشرط تستخدموا نفس الكاسي لكل المقادير انا استخدمت كوب معياري رح ندمشون كثير منيح مع بعض ورح نضيف كوبين من الطحين الابيض اللي مناخل مع نصف كوب من النشا كله لازم تنخلوه من قبل لعقتين كبار من الباكن بودر بخلاط اليد رح نضيفهم بهذا الشكل لحتى نتمشهم كلهم مع بعض ورح نضيف ملعقة كبيرة من الفانيليا رح نرجع نخلط لحتى نحس انه ندمجوا كل المقادير مع بعض ورح نجيب قالب كيك للقالب انا اضفت زيت ورشيت عليه شوي من الطحين فيكن تدهنوه بسمن وطحين متل ما انتم بعدكم ورح نضيف الخليط وبس على الفرن درجة حرارة 250 لحتى يتحمر من فوق لتشوفوا انه الكيك صار جاهز بتثقبوه بموس او شوكي واذا بيطلع ناشف معناتها صار جاهز كيف بيتحضر بسهولة وما بتتخيلو شو هش وشو هالكيك بيطلع سفنجي لازم تجربوه وهيك انا زينتو فيكن تزينوه متل ما بدكن وفيكن كمان ما تزينوه بتمنى انو هالوصفي تكون عجبتكن وبتمنى عنجات انكم تجربو هالوصفي شوفولي كيف هالكيك سفنجي عنجات مش رح تندمو ابدا شوفكم بالفيدي القادم والفسحة وعيفي ترجمة نانسي قنقر